الخير الكثير والأكثر من كل خير وهو الخير الأكثر من كل خير من خيرات الدنيا والآخرة الذي لا يزداد إلا كثرة مع توالي الزمان فلا يتوقع فصلي فا تسكلم ذلك المرة فا أي للتعقيب أي أن كثرة الخيرات المنهمرة عليك من ربك المتفضل عليك لا يترك لك بد أبدا هنيهة ولا لحظة لكي تنظر وتلاحظ المثبتين أعداء الدعوة ولو فعلوا ما فعلوا ففضل الله ينسيك جميع ما تلقاه في طريق الدعوة من لأوى دعه من أراد أن يقول الأبطر فليقول ودع من أراد أن يرى الشوك في طريق دعوتك فليفعل فأنت تلاحظ جلال فضل الله عليك فقلبك منفتح على عطاء الله ولا يلتفت إلى مثل هذه أولئي الصغار فا فا تعطي أنك حال المعنى الفا تعطي أن هذا المعنى لماذا تصرف أيها الداعية إلى الله وقتك أو بعضا من وقتك لكي تضيع وقت الدعوة أيها لكي ترد على هؤلاء هؤلاء سيضيعون لك وقتا ثمينا فالآن فصلي تحدثنا إن شاء الله تعالى أن بعد النعم المنعم عليها لابد للمنعم عليه أن يشكر المنعم على النعمة وذكرنا إن شاء الله أن وعاذ الشكر ومن جملة الشكر ذكر الله في هذه الصورة عاملين للشكر لأن الشكر قلنا كيكون بالقلب بمعرفة نعم الله ويكون باللسان بالثناء على الله والتحدث بنعمة الله ويكون أيضا بالعمل هنا هذا الشكر كباش هذا الشكر باش بالعمل فصلي وانحر أن تشكر الله تعالى باش بالعمل وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إذن فالعمل هو الشكر شكر العملي هو الذي يعطي الدليل على أنك فعلا تشكر الله وليس فقط دعاية أو دعوة ترفعها فصلي نبدأ إن شاء الله اللولة فصلي الصلاة هنا المعروف أنها هي الصلاة شوفوا حينما تريد الكلمة في كتاب الله هناك ثلاث معاني للكلمة في كتاب الله المعنى اللولة واسمها المعنى زين المعنى اللغوي والثاني واسمها المعنى لا قبل بالاستلاح العرفي والمعنى الاستلاح إذا ذكرت الصلاة مثلا في القرآن واسمها المعنى الذي نرجحه دائما لا 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 استلاح الاستلاح ولا ما كاش استلاح اسم المعنى العرفي ولا ما كاش اسمه نوليه للغة الحج حينما يذكر الله الحج في القرآن واسمه اه ويتبادل مباشرة للغة اللي نزيد المعنى اصطلاح هو الحج لكن إذا ما كاش هناك قرينة تصرفه عن معنى اصطلاحي نوليه إن شاء الله العرفي واسمه الحج عند الناس انتوا وإذا ما كاش العرفي واسمه نوليه للغة اللي معنى حج قصد حججتو اي قصدتو فهنا إن شاء الله فصل إذا المعنى الاصطلاحي هو الذي تعنيه الآية مباشرة هذا وصل المعروفة بأقوالها وأفعالها لكن إن شاء الله تبارك وتعالى هذه النعم التي تنزل تترى وهي كثيرة ولا تنتهي فينبغي أن تكون هنا الصلاة واسمه صلة مستمرة بقدر استمرار النعم المنزل عليه فلا ينبغي أن تقتطع وقتا لكي تصلي الصلاة المكتوبة فتقول إنني شكرت ربي عن هذه النعم التي لا تنقطع فكما أن النعم لا تنقطع وهي كوثر فعلى صلتك بالله أن لا تنقطع وتظل تنظر إلى نعم الله لا تنسى الله في كل لحظة الله وهذا هو الذي يعينك على تجاوز مطباط الدعوة هذا هو الذي يعينك على أن لا تلتفت إلى المجرمين الذين يكيدون للدعوة وللدعات فهمتوا اللغة مجرمين فهمتوا أو لا ما فهمتوا فصلي اللغة المعنى تصلي اللغة واسموها الدعا وما معنى الدعا ما سوما الدعا التضرع وما معنى الدعا متى تدعو الله حينما تلتجئ ومتى تلتجئ إذا كنت تذكره أما إذا نسيته فكيف تذكر الله وتدعوه لنسي اللغة نسير الله غديدعي ما يقدش ديس فصلي قال فلتبقى صلتك بالله مستمرة لا ينبغي أن تغفل عينك ولا قلبك ولا فكرك ولا بصرك عن الله لحظة كما أن نعم الله تنزل عليك لا تنقطع فينبغي أن يكون الشكر على نعمة لا تنقطع بذكر لله واتصار بالله لا ينقطع لنفرض نعطيكم مثال أن الإنسان يصلي الصلاوات الخمس حين ينادى ينادى لهن مزياء ولا مجي مزياء ولكن حينما يخرج من المسجد ينسى الله تعالى ويتعاطى للعصيان هذا هو شكر الله على نعمة الدعوة أن جعلك الله في سلك الدعاة إلى الله تعالى أنت تدل على الله تبارك وتعالى بدعوتك إلى الله والناس ينظرون إليك أنك أنت الهادي لهم إلى الصراط فهل يكفي إذا صليت الخمس وخرجت من المسجد وأعطيت صورة منفرة عن المسلم وكانت كل سلوكياتك خارج الصلاة سلوكيات تتنافى مع الإنسان المتصل بالله دائما الناس لربه خارج المسجد هل هذا يمكن أن يعطي صورة للدلالة على الله تعالى بصدق أبداً أبداً فصل فلتكن صلتك بالله مستمر لا تنسى الله الذي أنعم عليك وجعلك بفضله في طريق الله وفي طريق الدعوة إلى الله يا فوزة أيها الشاب يا من وجدت نفسك منخرطاً في سلك الدعوة إلى الله فلتستبشر والتحمد الله على هذه النعمة وحمدك لله وشكر على هذه النعمة يجعلك لا تلتفت أبداً إلى من يريد أن يعرقل مسيرك في الدعوة إلى الله أبداً ولذلك دائماً متصل بالله لا تنسى الله صلي أي اتصل بالله وليكن قلبك متصلاً بالله بحيث لا يغفل عن ربك لا يغفل عن ربه طرفة عين الله 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 لا تنسى الله عند زين لا تنسى الله عندما تتحرك الهواجس في صدرك فلا تهم إلا بهم يرضي ربك الدخل ولا تتكلم إلا وأنت تراعي ربك في كل كلمة تقولها وتستحذر أن الله سائلك عن كل كلمة قلتها ما كنت تريد بها كلمات هاتي التي أتلفظ بها ماذا أقول لرب حينما يسألني ماذا كنت تريد من هذا الكلام الذي كنت تلقيه وتنظره على أسماء الناس لا تنسى ربك عند الكلمة لا تنسى ربك عند الحركة وأنت تتحرك بهذا الدين أكنت تريد فعلا أن تهدي الناس أم كنت تريد من الناس أن يشكروك وأن يوسعوا لك في المجلس فلا ينبغي أبدا أن تتصرف في دنياك هاجسا في القلب يتردد حركة للشفاه تنطق حركة للجوارح في الكون تتحرك إلا وأنت تراقب ربك ولا تنسى صلي فلتؤثر حركتك في الكون صلاتك وصلتك بربك ولا تعتقد أن في يوم أنك تنطلق في الكون وقد قطعت صلتك بربك هيك أن تعتقد أنك أصبحت حرا في بعض الدقائق أو الساعات فتفعل ما يغضب من أنعم عليك بالكوثر المنهمر الذي لا ينقطع فكما أن الكوثر خير الأخيار وخير الخيرات كلها تنزل عليك لا تنقطع فعليك في الحياة كلك كلها ينبغي أن تظل صلتك بالله لا تنقطع دخل سعد بن أبي وقاص حد العشر المبشرين بالجنة على سلمان الفارسي وهو يجود بنفسه يموت فقال يا سلمان أو صني أو صني اسمعه فقال أذكر ربك عند همك إذا هممت عند الهم إياك أن تجعل صدرك ساحة للشيطان يلقي فيها من الوساوس ما يشاء لا تترك يدخل إلى ما يحب الله أن يسكون الله فضل أن يسكون هنا في صدرك وقلبك فأبح هذا المكان لربك ولا تبعه لغيره فالله يغار على هذه المنطقة لا ينبغي أن يسكونها إلا هو أذكر ربك عند همك إذا هممت أنا هممت أن أتحرك لن دير شي خير إذا كان الهم فيه مرضات ربك فتقدم وإذا كان الهم للسيء فتوقف فإنه لا يرضي ربك أذكر ربك عند همك إذا هممت أي قبل أن تترجم الهم إلى حركة إلى فعل إلى سلوك إلى واقع سل ربك هذا الذي يتردد في صدرك أهو من أوامر الله التي يحبها فتقدم وفعل أو هو من وساوس الشيطان فتوقف توقف الله أذكر ربك عند همك إذا هممت وعند قسمك إذا قسمت وكان واليا في العراق أي اعدل في قسمتك بين الناس كن عادلا في بيتك تقول الله اعدل بين أولادكم كن عادلا مع نفسك في علاقتك مع الله حقها علاقتك مع نفسك حقها علاقتك مع زوجك اعطي لكل ذي حق حق إذا قسمت اقسم الوقت بالكيفية التي تعطي فيها لكل ما أمرك الله أن تعطيه من حقك حقها لا تزيد ولا تنقص همم واذكر ربك إذا عند حكمك إذا حكمت إذا أردت أن تحكم على الشخص أحكم عليه بما تعرف ولا تزيد أعرفه صالحا لا أزكيه على الله والله حسيبه إذا حكمت على الشيء فلا تحكم حتى تكون لديك تصور كامل فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا أردت أن تحكم ما تصدر حكم فاعلم أنه لا بد أن تصدره وأنت تراقب الله حتى لا تظلم وتجور في الحكم إذا حكمت هذه صلي في الهم لا تنساه عند النطق لا تنساه عند الحركة لا تنساه وهذا يتناسب مع جو الكوثر هذه الصلة هذه الصلة الصلة الحقيقية تتجاوب مع هذا الكوثر الذي ينزله الله تعالى تباعد هذا المعنى ما قالوش كثير تعالى العلماء المفسرين لم يتطرقوا إلى هذا نعود لما قال المفسرون فصل قالوا إن شاء الله هو الصلاة المكتوبات وقال بعضهم هي الصلاة المكتوبات الصلاوات المكتوبات والنوافل دائما في الصلاة وقال بعضهم بالضبط هي صلاة العيدين صلاة العيد الأضحى تقريبا والنحر هو ذبح الكبش بعد ذلك ثلاثا تعالى الأقوال جاء المفسرين رضي الله عنهم وعضهم القول الأول المهم المعاني جاء العلماء وجاء المفسرين وهي الأولى هي الصلاوات المكتوبات نعم فصل تحمل هذا المعنى وأفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاوات المكتوبات وهي خير الأعمال بعد توحيد الله تبارك وتعالى فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي يقول الصلاة هي عماد الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة شوف شوف الحكمة فإن تمت وصلحت يا الله تم سائر العمل آه رب آه رب وصلح سائر العمل الأساس أي عمل يبنى على أساس صلة القلب بالله بتأدية الفرائض يسري صلاح الصلاة بصلة القلب بالله في الصلوات يصلح بها الله تمام الأعمال وإذا فسدت شوف شوف فسدت ونقصت نقصت سرى نقصانها على سائر الأعمال فنقصت ولم تعد تام ولذلك جاء هنا بالصلاة لأن حقيقة الصلاة إذا تحققت للعبد حتى في المكتوبات تعطينا إشارة إلى أن العبد فعلا يشكر الله على الكوفر في حده الأدنى لماذا؟ إذا صلى الصلاة الحقيقية إذا وقف بين يدي الله واستشعر الوقوف بين يدي الله في بيت الله ينصب ربك وجهه لوجه المصلي الله الله ولا يلتفت فإن التفت جاء الشيطان وذهب المولى فإذا وقف بين يدي الله مستشعرا الوقوف بين يديه يوم القيامة لعرض الحساب على الله نصب ربك وجهه تجاه وجه العبد أي وزير وذر الله عليه رحماته تلك الرحمات التي تذر على العبد كالكوفر الذي ينزله الله على الداعية الخيرات هي من الخيرات فإذا أغرقه الله في رحمته فخشع قلبه بهذه الصلة فإن هذه الروح وهذه الحالة الإيمانية يخرج بها خارج المسجد لكي تؤثر حركاته كلها فيتحقق ما قلته في الأول فإن عدم نسيان الله ألبت عند الهم والكلام والحركة يتحقق بحقيقة الصلوات المكتوبات ولو كان هناك شيء يحقق هذا غير الصلاة لقالها الله فالله جل في شعنه يقول لك إذا صليت المكتوبات كما يحب الله سبحانه فإن القلب المستحذر في الصلاة والرحمات التي تدر عليك كالكوثر في بيت الله إذا خرجت من المسجد تخرج معك روح وحالة الإيمان وحالة الاستحضار الرباني والمراقبة لله خارج المسجد فكنت بإذن الله قد حققت صلتك بالله عند الهم خارج المسجد إذا أهممت وعند النطق إذا نطقت وعند السلوك إذا سلكت وعند الحركة إذا تحركت إنما أتقبل الصلاة شو الحديد قدسي شو الحديد قدسي إنما أتقبل الصلاة زين زين ممن ممن تواضع بها لعظمتي شو تصلاك إذا ولم يستطل بها على خلق إذا الصلاة أسموه ذلة لله وتواضع مع الخلق أما أنت تصلاك وتكبر على الخلق ما عنك صلاة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري من سنيش في النهار اللي قلت لكم من سنيش في النهار وقطع النهار في ذكري ولم يبتم صراً على معصيتي الليل واسمو ذاك رب والليل ما يمشيش للانترنت للشاط يتوب قبل النوم يراجع ما قام به في النهار فلعل غفلة في النهار دنست يومه فعليه أن يتداركها في الليل فلم يبتم صراً على معصيتي أي أن يحاول أن يراجع ويتدارك النقص أولم يقل الله تعالى واجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أي ذا الذكر أوراد شكورا فالله يخلف الليل للنهار فينظر الذي في الليل ليومه الذي مضى إن كان قصر فيه فيعطيه الله فرصة لاستدراك في الليل ومن قصر في الليل وأحياه الله للنهار فإنما هي فرصة لاستدراك عصاة الليل للتذكر في النهار فهو خلفة فهو خلفة إذا تحققت الصلاة ولم تحققت الصلاة المكتوبة تحقق تحقق ولكن ألت تحقق لجميع الناس لا لمن تتحقق لمن صلى حقيقة الصلاة الحقيقية ولذلك يا أحبابي ماذا قد نقول لكم حياتك إن شاء الله تعالى واسموها واسموها حياتك المقصد منها واسموها هي أن تحقق صلتك بالله حتى لا تنساه إيوه واسموها تكسدربي الوسيلة هي الصلاة المكتوبة إيوه أنا كسلي المكتوبة وناسي وغافل على صدربي ونعصي براتع الجمع أنا لازلت لحد الآن لم أصلي كما قلت صلي فإنك لم تصلي إذن واسموها أطلبني أن أجاهد نفسي بالليل والنهار لتحقيق استحضار الله في الصلاة حتى تظل روحه لاستحضار الله خارج المسجد فصلي هذه اللولى لكن جول جول الآية والصورة تقول غير ذلك هل يجب أن تقول ليس الصلاة المكتوبة فقط لأنه ليس كل الناس بالصلاة المكتوبة يحققون مراد الله تعالى من بقاء صلتك مستمر بالله فكلنا ذاك الرجل يصلي الصلاوات المكتوبة ونحن غافلون ولا يمكن أبدا أن نستفيق إلا إذا خرجنا من الصلاة هذه مصيبتنا إذن أي جهاد يمكن أن نجاهد أنفسنا حتى نحقق استحضار ربنا في الصلاة النوافل فصلي أي صلي واسمه زيد صلي واسمه الفرائذ والنوافل ومنه قيام الليل وتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود هو من الكوثر هو مما أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود إذن فقيام الليل والنوافل لأنك إذا كنت تصلي النوافل كثيرا فأنت تجاهد نفسك وتتدرب على قوية صلتك بالله أحبابي محد الإنسان ما حسبا إلا رب رهماعه في كل وقيته ويقول لي يستحيي منه هو معه يقول لي يأنس به إذا خلا به يقول لي يحب مناجاته يقول لي كلامه لربه أحب إليه من كلامه للخلق ما زال ما وصله وقتل شي حاشا سمعتني ورحش وما ما سمعته سمعته وما سمعته سمعته مدام الإنسان إذا كان وحيد يستوحش ويبغي الناس يكونوا معاه عرض الله فأفضل وقت بالنسبة لأهل الكوفر أن يخلو العبد بربه ولا يزاحمه في مناجاته أحد يناجي قال أبو سليمان دراني مساكين وأهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أحلاما فيها قيل وما أحلاما فيها يا أبا سليمان قال حلو مناجات الله تتقطع الأنفاس حبا لمناجات الله لتكليم الملك يكلم الإنسان الملك أية نعمة هاتف تتقطع الأنفاس حبا لمناجاته لا أهلا الله تكلم الملك تناجي الملك تقف عند باب الملك تسجد بين يدي الملك تسأل الملك تعبد الملك أية نعمة تلك وأية ساعة تلك يقول عليه الصلاة والسلام إن توضأ فأحسن الوضوء وصل ركعتيني دون الفريضة مقبلا فيها بقلبه على الله وجابت له الجنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وجابت له الجنة لأنها برهة تواصل القلب بالله وإذا تواصل القلب بالله حقا أحرق جميع الذنوب يقول تعالى في صورة الأعراف رب أرني أنظر إلي قال لن تراني ولكن انظري للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا فقط فقط نظر إلى المتجلى عنه فصعق فكيف بمن اتصل قلبه بالله حقا وغمرته أنوار التواصل والاتصال تحرق كل آثار الذنوب في القلب فيولد من جديد لك أكثر من الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يتهجد فوجد ربيعة بن كعب الأسلمي أحد الصحابة من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل إداوة فيها معه قال له ما الذي جعلك تنتظر في الليل قال له يا رسول الله أنا خادمك أولا أحظى بشرف خدمتك هيا أتلك باء الوضوء وأنا أعلم أنك تقوم في جوف الليل لتناجي ربك قال له سألي ما أشئد سألي الآن ما أشئد قال له أسألك مرافقتك في الجنة أو غيرها يا ربي أنت زمرك مع الرئيس شو هربما بغيت الديار بغيت الأقريمة بغيت الزوجة قال له أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال له أغيرها قال له أريد مرافقتك في الجنة قال أغيرها قال والذي بعثك بالحق رسولا لا أبغي غير مرافقتك في الجنة بديلا فقال أعني على نفسك بكفرة استجود رفقاء النبي تلذذوا بلحظات المناجات والسجود بين يدي الله فصلي صلي الفرائض صلي النوافع وصلي أيضا صلوات العيوة صلي بيش تحقق واسم تحقق شكرك لله الذي يليق بالكوثر الذي لا ينقطع وكل هذه الصلوات مفروضات ونوافل وقيم ليل كلها تصب في خانة مجاهدة النفس للوصول إلى تحقيق صلتك بالله التي تجعلك لا تنسى ربك على كل حال على كل حال وشو أحبا بي إلى الإنسان شاء الله تعالى وصلها الدرجة بإذن الله ما نجره نحن نستأمنه على أراضنا نعطيه ونستأمنه على أموالنا ونستأمنه ونجره علينا على رئيس لا يخونون اللي عندها الصلة على صدر ربي هكذا كان وقادة مسلمين الذين أجر الله على أيدي من نصر لهذه الأمة هكذا كسيدنا عمر يقول له لو عثرت بغلى في العراق لخشيته شو ربي لخشيته ربي أن يقول لي ويسأل لي لما لم تصل على الطريق فينا ودي فينا ودي فينا لقد جيء ذات يوم بغنيمة لعمر هتدرون ما هي طبيعته المسك يجابوا المسك بالبحرين فاجتمع الناس ليأخذوا حضوظهم من هذه الغنيمة المسك فقالت أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء بنت علي يا رسول يا أمير المؤمن إذن لي أن أقوم أنا بقسمتي بقسمتي المسك للنساء نتقسم للرجال ونقسم للنساء قال له قال له أه وتخاف أن أظلم قال له وهن وهل المسك إلا ريح اللي بديه بالضم كيتولي تقسمي أنت كتشمي واسم هو المسك هو الشم إلا أعطيت تقسمي يضلبت المسلم وهل المسك إلا ريح هذا الروح اللي يعطاه ربي لهذا النس هذا هذا المراقبة أنت عرب بيه شكوني شكوني فيق بيها شكوني قال له مني أن أعطيتك أنت تقسمي مشير يقول قد يدي كثر بيهم قال لا المسك بذاته هو واريح إلا مشيتي لهذاك البخزن اللي فيه المسك توقيت تطعطري وتشمي واسم ركي تدي رح أن أظلمنا عبار الله وأنا لا قسمت نكون أنا أظلمت عبار الله لأنه خص نجيبه شي واحد اللي يتافق عليه الناس وهو يقسم لأننا في ذاك لقيتان نكون وسمحنا له وفحقنا نتعش من وصل إذن لهذه الصلة فالصلي تحقيق الصلة التي تجعل الإنسان في حالة استحضار لربه في كل الحالات عن طريق الصلاة المكتوبات وعن طريق الصلوات النوافل والقيام وكثرة استجود بين يدي الله فالصلي لي نوقفو عند لي فالصلي لي اللام ما معنى لي ما معنى لي على السبقنا حرف جار لي يا ربك على السبقنا لي علاش علاش ما قلوش صلي صلي لي لي الخصوص ومعلا سبقنا دايما كن سبقوها الحرف علاش بشنركزوه علال لي يعني التركيز علاء من هنا التركيز علام لي علاش حتى تكون كل الصلاة له الإخلاص في الصلاة التركيز على الإخلاص تصلي لي أي لا دخل لأحد في الصلاة بينك وبينه لي أي علاقة بينك وبينه ولا واسطة لي له لله ملك ما معنى لله يقول الملك الملك لله الملك لله نفس المعنى في الملكة إلا هو له واحدة بحال مثلا 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 فلان هذي دياله هذي ديال فلان نقول له له يعني في الورة تحدد بقى الله هي له بحال تقول فلان عنده فلان عنده تقدر تقول فلان عنده لاخر عنده لاخر عنده لكن هذه له قلحة هذه من ملك أي أحد فهي منسوبة لهذا إذن كنت تقول لي صلي لي أي أن الصلاة ينبغي أن تكون لله وفي هذه إشارة إلى أن العبد الذي يرى نعم الله تنهمر عليه ومطلوب أن يشكر الله تعالى بالتواصل واتصال لا ينقطع أبدا فعليه بإذن الله تبارك وتإذا أرادني يحقق ذلك أن تكون الصلاة له فلا يتحقق اتصاله بالله تعالى إلا إذا كانت صلاته له أي ينبغي حينما تصلي ألا تلتفت بقلبك لغيره فصلي له أي صلاتك كله له ولذلك نبي صلاتك يقولنا إن الله تعالى يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها ما عقل منها فقد يكتب له عشورها وثمونها ونصفها وقد لا يكتب له أي شيء فهو عند الناس يصلي وعند الله لا يصلي لأنه لم يستحضر عقله ولا قلبه في الصلاة إطلاقاً فهو لا يصلي هو يصلي ولا يصلي هو يصلي فيما يرى الناس يأتي باش بحركاتها ويأتي بإشكالها ولكن روحها لهو رب اللي بغى بغي منك قلبك هو الله لا يريد فقط أجساداً تركع ولكن يريد منك قلباً يخشع الله لا يريد أجساداً تركع طرح أود يريد قلوباً تخشع قلوب تتصل بالله هذه هي المصيبة أنت عنا إحنا هذه كلهم إحنا ما عذناش إحنا صلي والسلام الله يمشي ونصليوا يالله يمشي وندلوا هذا الفرد يالله يمشي وحطوا علينا هذا الواجب بحال الثقيلة والسلام لكن صدر بيقولك إلا بغيت أتحقق الاتصال بصدر بدايمن هو أن الصلاة لما تكون لله أي لا ينبغي أن يكون فيها التفات القلب لغيره فإنك إن انتفت قلبك لغيره حتى ولو بديت في صورة المصلي فإن الله لا ينظر إلى حركاتك كما أمرك في الصلاة وقلبك ملتافت عنه فالله يريد من قلبك وأنت تدعي أنك تقف بين يديه أن تستحضره وأن تواقف فكيف تقف بين يديه فيما يبدو للناس وقلبك عياذا بلا في محراب الدنيا ومحراب الشهوان حتى وجودته من الشباب من يسألوني يقول لي واش تبطل الصلاة من يكونوا قبين يديه فينتصب قضي يعني الإنسان لكثرة لتأثير صور العاريات على قلبه يقف في الصلاة فيقول إياك نعبد وقلبه ملتفت إلى المرأة العارية التي تغلغل وغلغل فيها النظر فانتبعت في قلبه ورها الصلاة ورها الصلاة أيها الشاب ورها الصلاة هذه تربية الله لدعاة إلى الله تعرفوا اليوم كرة دائرة الدعاة نتصدر بكده الدعاة نتصدر بكده لا يؤثروا وإنش لا يؤثروا لأنه قلبهم واسم واسم قلبهم مقطوعان الله سعر قلبهم بحل الخشب قلبهم بحل الخرية حتى الدعاة نتاليهم الدعاة داليهم لماذا لا يؤثرون إيجابيا أنا فاقد والشيء لا يعطيه هو بذاته غالبات والدنيا وبغيغ المناصب ويدير الدعوة باش يقولوا فلان عالم تواب ذاته مسكين واسم لا يعملوا لله إذا كان ما يعملش لله تبارك وتعالى فكيف يجعل الله البركة والأثر الطيب في دعوته حتى يهدي الناس وهو داعي إلى الله لا يمكن ادعو نفسك أولاً صح علاقتك بربك أولاً لا تكذب على ربك والله الذي لا إله غيره لن تموت أيها الداعي إلى الله حتى يسربلك الله بسربال صدقك أو كذبك فإن كنت صادقاً فإن الله تعالى يسربلك بسربال الصدق ويجعل لكلماتك الحياة بعد موتك ويجعل لها منفذاً وطريقاً إلى قلوب العباد فينتفعون وإن كنت عياذاً بالله إنما تتظار وقلبك عياذاً بالله في محراب الدنيا يتعبد فيما يبدو للناس أنه إنما يدعو إلى الله فلن تموت حتى يسربلك بسربال الكذب على الله فلن يؤثر كلامك وستكون كلماتك جوفاء لأنها خرجت ميتة خرجت من قلب مقطوع الصلة بالله وموت القلوب إنما يتحقق بقطع صلته بربه فكيف لقلب مقطوع الصلة بالله أن يؤثر ويدعو إلى الله صلي لي 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 فهمت أخوتي لي أو لم أفهمتوش وش فهمتوا لي أو لم أفهمتوش أي لا ينبغي أبداً وأنت تريد أن تحقق صلتك بالله أن تلتفت التفات القلب في الصلاة لغيره فإن الله لا يعطيك ثمرة صلتك به إلا إذا كنت تصلي لا لا وهذا يحتاج إلى جهاد نفس ثم قال لرب 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 نشوفه الرب لماذا لم يقل فصلي لنا يقل إنا أعطيناك إنا عشبك يقول ربي صلي لنا إنا أعطينا فصلي لنا إحنا أعطيناه وأصني لنا كما نقول الوحد يقوله الله رحمه مالدك أنا أكرمتك وأعطيني لي إحنا أكرمناك وأعطينا لنا إحنا أكرمناك زيد فرد الجميل لنا إنا أعطيناك إذا فصلي لنا إلا ما قتلنا أعطينا إنا كانت من العظمة فالعطاء يليقوا بالعظيم الكريم الآن ماشي صلي لنا فيمشت من العظمة صلي يا ربي أو يا ربي يا ربي الحكمة يا ربي يا ربي صلي لنا صلي خستكون بابين واحد ولا أخر يقولها الجمع شوفوا أحبابي دايما الأمور تاع الصلاة ونتاع التوحيد في علاقة العبدي مع ربي دايما تجيبي صيغات صيغات واسمه واحد وإذا سألك عبادي عني مشي عن فإني مشي فإن قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي مشي لنا فليستجيبوا لي زيد ويؤمنوا بي مشي بينا قضية دي العلاقة معك مع صيد ربي دايما لك تكون بصيغات شو اسمه المفرد اَنَّنِيَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا مشي نحنو فاعبُضervice وأقمِي الصلطة لذكري الصلالية لذكري ماش متنسانيش فصلي لي كنا نتكلم عنه مم? لذكري فصلي مشي لانا لربك ولماذا الرب هنا؟ لماذا صلي لله؟ هه؟ الرب هو الربوبي يعني كل ما ينزيله منه إذن قضية كاوثر لأن الرب في علاقتي مع العبد واسمه يربيه ما معنى يا ربي ما معنى يا ربي ما معنى يا ربي لبين هو رب الأسرة ما معنى يا ربي الأسرة زيل يخدم عليها ويربيها ولا كان شيء حاجة يضره يديه للطبير ولا كان شيء حاجة يلبسه ويسكنه ويقره يشمله برعايته التي لا تنقطع فالرب أعطاك من نعم الله ما تستمر به حياتك زيد ولو قطع عنك نعمه لما استمرت حياتك فهو الذي يشكر لأن الشكر هنا باسمه يولئهم طابعة الرب الرب المتفضل سبحانه والزواج صدربي واسمه وعطاك أنت باش تشكر واسمه وعطاك صدربي باش تشكره شعلا زبري شوف هاذ السماء وهاذ الارض وهال الشمس وكذا وشعلا عندنا احنا باش تستمر الحياة المادية واسمه خصنا زيد خصنا واسمه الماكلة والشراب الماكلة وشعر وشعر تستمر عليها سيمانة عشر ايام قاع عشر ايام مزيان ها وما وشعر تستمر عليه ثلث ايام حتى عشر ايام زيد وحدها اوله هو وش حال تستمر عليها ولا ولا وقد تديرها كذا صدربي تجيب تمشي ايش تنعمة عشر ايام ربي ها هذي فاش هذي فقط لتستمر حياتك المادية ومع ذلك زادك نعمة اخرى وهي معرفته لكي تبقى في صلة المعام اذا هو الرب هو الذي يستحق ان تصلي الله النفوس جبلت على محبة من احسن اليها فكيف بالمحسن الذي اغرقك في احسانه والخطاب موجه للدعاة فكيف اذا كان هذا مسلما فكيف اذا كان المسلم داعية الى الله فكيف اذا كانت داعية الى الله قوي الصلة بالله مؤثرا فنعم الله عليه عظيما وكان فضل الله عليك عظيم فصل لربك صلي لي الاخلاص الرب وليس لنا بينما للرب للذي تنهمر منه الكوثر الذي اعطى الكوثر هذه تلائم صفة الربوبية العطاء هو من صفة الربوبية الله واسمه هو العلاقة مبي الله والعبد العبودية الرب العطاء المالك الحكم كان ثلاثة الصورة اللي نزلت كاملة صورة الانعام صورة التوحيد اللي سبعين الف بالاك نزلت شيحا فيها افغير الله اتخذ زين وليا الاله افغير الله ابتغي حاكما الحكم افغير الله اتخذ رب ربا افغير الله اتخذ ربا وهو رب كل شي اذا ذكرت ذكرت ان شاء الله تبارك وتعالى كل اصول التوحيد الربوبية ما ينزل من خير منه لعباده لتنميتهم لرعايتهم لحفظ حياتهم لتستمر حياتهم ها الاله هو ما ينبغي للعبد الذي اكرمه الله الرب بالخيرات ان يتوجه به الى الهه وهي العبودية والمالك والحاكم هو انك لم تخلق في هذه الدنيا عبثا ولكن حياتك كلها تؤثر باش بالمالك الذي ملكك بعد ان خلقك فجعل لك ان شاء الله منهاجا تسير على ضوئه في الدنيا حكما حكما اذا درجنا ان شاء الله تعالى وفصلي الفاء وصلي الصلاة واللم للإخلاص والرب هو الذي ان شاء الله يستحقه الشكر الكاف هذه ان شاء الله تعالى نخليها للمرة لانها ان شاء الله تعالى تكريم حينما ينسب الى ربه فهذا تكريم للدعية الى الله نكملها غيرها كذا غير كل ما نقولها باش المرة الجاية نقوله نزده وانحا اذا يا ربي الكافة علاش هي تشريف للنبي فكل منسوب يأخذ قيمته للمنسوب إليه معرفته هالقضيوة يقوله مثلا انما يعمر مساجد الله مساجد يج فالله هي افضل اماكن لان من سبال الله تعالى نبئ عبادية اللي انت عن نسبة لسيدة ربي يقوله اما عبادة صد ربي وليس عبادا لغيره ربك الك اذن العبد هذا من سبل من للرب بعدها في الول واسمر يقول انه لا يمكن للنبي ان يلتفت قلبه ابدا لغير ربه الذي انعم عليه بالكوثر فهذه واسمه شريف ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم فهمتها او لا مهمتها من يقال له ربك معناه ان ننبس الله منسوب لسيدة ربي معناه ان ننبس الله عليه وسلم كي يقوله سيدة ربي يمدحو كي يقول له لا يتصور في افضل عباد الله اللي هو النبي الذي اعطاه الكوثر فالله لم يعطيه الكوثر هكذا جزافا ولكن اعطاه حينما اطلع على قلبه فوجد قلبه هو اوصل القلوب بالله تعالى ولذلك ولذلك فلا يمكن لعبده ان بصلى عليه وسلم فهذا الكاف هذا الكاف تعطينا المعنى هزموية انه لا يمكن لهذا العبد المنسوب الى الله المتفضل عليه بالكوثر ان يلتفت ابدا الى غيره لا بقلبه ولا في حركته ولا في همه ولا في سكرته فاثبت الله بهذه الكاف للنبي انه خير العباد في مسألة الاتصال بربه نوقف غيره نوخة فيها يعني معاني كثيرة ولكن ان شاء الله باش نكون وصلنا فصل لربك لربك نفتاج نشوف وانحر ان شاء الله من رجيه لكتب الله وحيانا صد ربي نكمل بإذن الله هذه الصورة لننتقل الى صورة اخرى نسأل الله سبحانه ان يفتح لنا وإياكم من أصرار كتابه الكريم شكرا